حبيت النهار ده أبدأ الحلقة بالحكام حكامنا المصريين إزاي يحصل تطوير في وجود كلتنبرج إزاي نساعد على ده إزاي ندعم ده علشان خاطر حكامنا المصريين علشان خاطر نشوفهم في أحسن حال علشان خاطر نشوفهم في مستوى علامي حقيق ما يبقاش الكلام أو مجرد الكلام احنا حكامنا بخير يا سيدي فوق الراس فوق الراس وأنا جملة دي بقررها ألف مرة وهكررها ألف ومية حكامنا عندهم من النزاهة اللي مش موجودة يمكن في كثير من الحكام في العالم نزاهة نزاهة يعني ما بيخشش مباراة قاصل إنه يزلم فرقة أنا متأكد من ده مليار في المية بس عندهم بعض الأخطاء اللي بينكم سين بتبقى أحيانا أخطاء فادحة أخطاء ما ينفعش تحصل أخطاء تعمل أزمات بدون لازمة وهم مش قصدين أو مش عارفين أو ما كانش عندهم من المستوى الفني والبدل اللي أهلهم إنهما يشوفوا اللقطات دا أو الكلام دا فنطورهم ونساعدهم هنكسب حكم مصري كبير على مستوى العالم نشوف حكم في كل كاس عالم نشوف الحكم المصري مطلوب في كل البطولات فنفرح بحكمنا المصريين قبل حتى ما نفكر مصلحة الأندية وإن الأندية تاخد عدالة تحكمية قبل ما نبص لمصلحة الأندية نبص على مصلحة حكمنا المصريين في مقاومة في مقاومة لفكرة التطوير في مقاومة لفكرة إنه يبقى فيك لاتنبرجي أو خبير تحكيم أجنبي في مقاومة بتحصل من ناس كتير مش بس من رئيس الأجل الحكام من ناس كتير في مقاومة حتى من اتحاد الكورة نفسه في مقاومة ليه؟ تعالوا نجرب تعالوا نساعد حكامنا تعالوا نجيب لهم محاضرين من برة على فكرة دول الجوار كل سنة بيجيبوا محاضرين من أوروبا يجوا يدوا محاضرات لحكام بلادهم عشان يتعلموا ويستفيدوا نعمل كده نجيب محاضرين نصفر حكامنا يتعلموا برة أو ياخدوا كورسات برة في التحكيم طول الوقت بنطور احنا عندنا مسابقة تطور فيها حاجات كتير قوي على مستوى النقل التلفزيوني على مستوى الملاعب على مستوى الرعاية على مستوى كتير قوي لازم التحكيم يبقى كويس لازم التحكيم يبقى كويس احنا هنا مش الحكاية انه نتخاني مع الحكام وخلاص وبالمناسبة عشان برضه الشيء بالشيء يذكر دي الحتة اللي ممكن تيجي على الحكام او اللي نقصة عند الحكام بس هي في حتة كبيرة نقصة عندنا بصراحة شديدة يعني اول حاجة مفيش اتحاد ابدا جيب في مصر على مستوى يعني رؤية الاتحادات اللي انا عايشتها يعني كان بيحمي الحكام دايما كان بيسلمهم ليه؟ نعم الحلقة الاضعف يعني لو نادي مش كويس فنيا هيطلع اول حاجة يقولها انه الحكم ظلام دي طيب انت مش كويس بس الحكم ظلام دي فالحكم هو اللي هيشيل الليلة كلها يعني لا اللعيبة ولا المدرب ولا الادارة ولا حد الحكم هو اللي هيشيل ليه؟ عشان الحكم بطبيعة الحال في اي حتة في العالم ملوش مشجعين ملوش جماهيرة يعني مفيش حد هيسنده مفيش كده كده هو الوحد وكده عايش لوحد في الكرة في المنظومة كلها كل حاجة في المنظومة لها جماهيرية وشعبية يعني هتلاقي ادارات لها شعبية وجماهيرية هتلاقي اجهزة فنية لها شعبية وجماهيرية لعبين طبعا لها شعبية وجماهيرية اعلاميين هتلاقي اليوم شعبية وجماهيرية اي حد في المنظومة الرياضية هتلاقي ليه شعبية وجماهيرية الا الحكام فلازم اكتر ناس تسندهم هو اتحاد الكرة اتحاد الكرة عمره ما كان بيسند حكام مش بتكلم على ده بالكلمة على اتحاد الكرة المصر بشكل عام ده واحد المسانة دي تيجي ازاي انه يبقى عندنا حكام محترفين حقيقي يعني ما ينفعش الحكم ينزل المباراة هو بيشتغل شغلنا تانية ما ينفعش الحكم يكون مثلا بياخد 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 3000 جنيه في المباراة وفيه لعب جنبه بيلعب بياخد ملايين فاللعب اللي بياخد ملايين ده هو بيبص الحكم بمنطق انه تا راجل برضو يعني انا احسن منك بيتيه دا دا راجل مليونير مش بقول انك يعني ما فيش حكم بياخد ملايين زي اللاعبين في العالم كله بس لازم ترفع من المستوى الداخل بتاعه لازم ترفع من المستوى الداخل بتاعه طب خد الانقح انه الحكم نفسه بياخد فلوس قريلة كراتب يعني الراتب بتاعك او الراتب بتاعك في المباراة مثلا مثلا يعني 1000 جنيه هوا بياخدهمش هوا بقى بيقيت قال له ايه هيتجدوله مستحقتك متأخرة هتاخدها الشهر اللي بعد الجاي اللي بعد بعد الجاي الكلام اللي من نوعية دايت وبالمناسبة ما هو الحكم دا برضو بيبقى عنده التزامات زي وزيك يعني لو الفلوس اتأخرت شهر هيبقى عنده مشكلة حراكي لو انت ما بتاخدش فلوسك في ايه شهر هيبقى عندك ايه هيبقى عندك مشكلة حتى لو انت راجل غني برضو هيبقى عندك مشكلة فيه داخل بيخش لك كل شهر عندك قصة مش عارف ايه و ايه و ايه و ايه ومصاريف ايه و ايه و ايه مدارس إيه وإيه وإيه تخيل الحكم بقى بيعيش إزاي فقصة قريدي نازل مضغوط نفسيا مبدئيا قبل ما يلعب المباراة مش من الجماهير ولا من الفرق في حياته فلازم الحكم يتم تأديره بشكل جيد زي ما احنا بنصرف كانت حد كورة على مدربين أجانب على خبير تحكيم أجنبي حكام نفسهم دول أكتر ناس لازم يبقوا راضين جدا مبسطين في الأمور المالية دي قوي ولازم يكونش بيشتغل شغلها تانية ليه ما أنا برضو لو بشتغل شغلها تانية بشتغل مثلا موظف في شركة في بنك في أي حاجة تمام وباخد فلوس كويسة لو نزلت المباراة ولعبتها وحش وأنا حكم بقى وقالوا لي لا أنت مش هتحكم تاني مش منشغلة أنا كاي كاي أشغله زي الفل أنا مش فرقة معايا الشغلها دي لا لازم الحكم يبقى فاهم أنه بيسحى من النوم بيفكر في التحكيم بيقضي يوم في حياته الشخصية بيفكر في التحكيم يعني بيذاكر وبيدرس وبيشوف وبيطور من نفسه ينام ويسحى عشان عنده ماتش بكرة ويبقى جاهز نفسيا وبدنايا للمباراة دي مش يبقى مرهق في شغله الصبح مرهق جدا في شغله الصبح ورايح بالليل يحكم مباراة وهو أخد عربيته ولا أخد مواصلة مواصلات هو اللي أخد مش فيه أوتوبيس بيودي الحكام ده عشان تكون حالكم عارفين يعني زي اللاعبين والأجهزة الفنية لا هو اللي بيروح من نفسه كده سايق يبقى جاي من سفر مثلا تمام سايق ساعتين تلاتة ويقوله انزل اجري ولعب مباراة بدانية فيه تفاصيل كتيرة الحكام المصري مظلوم فيها بصراحة بس هو أحيانا بيبقى ظالم ظالم فيه انه مش متطور التطوير الجيد مش بيحافظ على أموره البدنية فيه تفاصيل برضه هو فيها مكسر نحل من هنا ونحل من هنا ونشوف منظومة تحكيم جيدة هتقول لي يعني كتاة مبارجي لما هي مش هيبقى فيه أخطاء تحكيمية لا طبعا مستحيل مستحيل لحد ما الكرة دي يعني يتبطلوا يلعبوها في العالم ده مش يحصل يعني هيبدل فيه أخطاء للتحكيم في العالم كله بس نقلل الأخطاء نقللها احنا الأخطاء عندنا كتير نقللها ومتبقاش أخطاء يعني سيئة أو يعني سازجة في بعض الأحيان أخطاء ما ينفعش تحصل أنت ونت تفرج تزود تقول مستحيل مستحيل حكم ما يعافش يحسب كرة زي دي فيه أخطاء من النواية دي بتدايق لكن فيه أخطاء أنت نفسك ونت بتفرج على التلفزيون تقول إيه لا هي ضرب الجزاء أو مش ضرب الجزاء لا شكلها فتخيل أنت أنت متردد فالحكم ممكن يتردد زيك فتعدي لكن الخطأ اللي ما يختلفش عليه اتنين عيب بقى يعدي من الحكم نطور نساعد الراجل كلاتنبرج واخد بالك بقى من جملة هقولها لك دلوقتي وتعال نشوف بعد سنة هيحصل إيه ده لو وصلنا للسنة هيحصل كل حاجة ممكنة ممكنة أنه يتقالن كلاتنبرج ده فشل هيحصل كل حاجة ممكنة إيه حق؟ ده عين فلان ومش عارف مين إيه حق؟ ده فلان من الأهلي ومن الزمالك ومن إسمائل ومصر ده كلموه قدر كنا عاديم معان بارح ده قصة هو ده بيجامل مش عارف عشان يعمل إيه هيقولك لاتنبرج بيجامل هيتقلق كده خليك فاكر فلأ عايزين نساعده ونساعده سنة وسنتين وتلاتة ما فيش تطوير بيحصل من يوم وليلة بس ياخد خطوات فيه عشان نمشي معاه ونساعده ونساعده عشان فيه ناس من دلوقتي من دلوقتي من دلوقتي بتجهز إزاي إن إحنا نوقع الراجل له إزاي بسرعة ينهي مهمته عشان نثبت إنه ده كان قرار خاطئ ليه؟ مصلحتنا مصلحتنا مصلحت كرة المصرية رياضة المصرية إن إحنا نطور التحكيم نساعد في ده اشتركوا في القناة